كنا في نيروبي قبل سنوات ودخلنا مع الحبيب عمر نزور الشيخ صالح عليان رحمة الله تعالى عليه كان مريضا بنخرج من عنده إلى المطار مباشرة مسافرين وركب الحيب عمر في السيارة الأولى والفقير في السيارة الثانية جاء رجل ما نعرفه من أهل أفريقيا يسأل بالسواحيلي يسأل الذي كان بجنب يسوق السيارة قالوا إيش هؤلاء من هؤلاء ما يكونون يشير إلى الحيب عمر لما خرجوا وركب السيارة ومن معهم قال هذول مسلمين قال أنا أريد أكون مسلم خلاص قال إيش تعرف على الإسلام قال ما أريد أعرف شيء أريد أكون مثل هؤلاء بس خلاص لقنه الحيب عمر الشهادتين وسمى محمد نور وقال دخلوا معنا للمطار في الصالة حق الانتظار هذا اللي فتحوه قالوا ما عد في وقت يا حبيب قال لا دخلوا معنا قالوا يطايرة خلاص بأن بتجيل السيارة خمس دقائق قال خلوا يدخل معنا لخمس دقائق هذا فدخل فإذا بهم يقولون الطيارة حصل فيها تأخير ساعتين فجلس الحيب عمر وعلمه الوضوء ودخله إلى الميضة وعلمه الوضوء وعلمه الصلاة وصلى معنا كان قبلها ساعة في عداد الكاثرين ما مرت ساعة إلا يقدوا صلى الصلاة مع المصلين هذا الإرث الذي نبحث عنه هذا الإرث الذي ينبغي أن نفتش عليه قلوب حشوها المحبة والرحمة إذا ملأتوا قلوبكم بالرحمة والمحبة نضحت الرحمة والمحبة على وجوهكم هذا النور فأقبلت الناس على الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يرزقنا وإياكم كمال ذلك مع اللطنة